السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. في درس النهاردة هنتعرف على واجهة برنامج الورد. وواجهة برنامج الورد بتتكون من عدة اشريطة منها. اول حاجة لازم ان نعرفها اللي هو شريط العنوان. شريط العنوان اللي هو اللي فوقه دوت. وشريط العنوان دوت بيتكون من اول حاجة اللي هو على اليمين دوت. ده زر اغلاق. ده عشان لما بتجي تقفل الصفحة وبتسايف الصفحة. تاني حاجة دوت عندك زر التكبير والاستعادة. مسلا يعني لما بتجي تصغر صفحة وتكبرها. مسلا انجربها معكم اهوت. شوف احنا عملنا ازاي? لما بتجي اتكع زرار دوت بيصغر لك الصفحة اللي انت فيها او بيكبرها لك. عايز تكبرها تانى اتكع نفس الزرار. عندك تارت حاجة اللي هو الزر دوت ده مزر التصغير. يعني بنتزل لك الصفحة تحت على شريط المهام. لو احنا اتكنا عليها هوت. هي نزل لك الصفحة تحت على شيرة المهام. هنجي نطلع على الصفحة تاني بالضغط كليك شمال بالماوس. وعندك شيرة الايوان ده بيحتوع على اسم الملف اللي انت شغال فيه. مسلا لو واحد دوت. لو انت سميته باسم تاني هتلاقي الاسم يتغير معاك. مع صغلة البرنامج اللي انت شغال على الليل والجورد. عندك الازرار اللي على الشمال ديت ده زرار السيف لما بتيجي تسيف الملف اللي انت شغال فيه. هنا لو انت شاورت على الايكونة ديت هيقول لك سيف. اه وكنترول اس. يعني ايه سيف وكنترول اس. يعني انت لو ضغط كنترول اس من الكوبورد. هيسيف لك برضو ايه اللي هو الملف اللي انت فيه. ده اختصار ده اختصار السيف بتاع الملف اللي انت شغال فيه من الكوبورد. يعني انت لو عايز تسيف بدل لما تضغط على الزر دوت. ممكن تضغط على كنترول اس من الكوبورد. عندك الزرار دوت الزرار دوت يعني بيرجعك خطوة الورى. يعني انت لو بتكتب اي حاجة او عايز ترجع الخطوة الورا انت مسلا كتبت اي حاجة في البرنامج مسلا آآ كتبت Howard. بسم الله مسلا. وعايز ترجع خطوة الورا يعني الخطوات اللي انت كتبتها لو انت التبكيت عليه هيرجع الخطوات انت كتبتها كلها. يعني مثلا انقربها معكو تاني يعني مسلا لو احنا كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. واتبكنا مسلا انتر. ونزلنا تحت مسلا كتبنا الله طالما احنا كتبنا واتدكنا mole. ونزلنا مسلا خطوات لتحت اي خطوات بنكتبها في الملف دوت. ممكن من خلال الزرار دوت انك ترجع لخطوة الورى. او او بص و يقول لك هنا هولا بيديك اسم الاداة. ممكن تبدك كنترول زد من الكوورد يرجع خطوة الورى. يعني ما يتدك على الزرار دوت يرجع خطوة الورى. يعني انا ادكنا على هولد. هيرجعك خطوة اللي احنا ايه اللي اتدكنا فيها الانتر وكتبنا فيها تاني. عندك الزرار بقى اللي هو جنبه دوت ده بيطلعك يعني خطوة قدام. انت لو رجعت خطوة الوراء وعايز تخلي مسلا الكتابة اللي انت كتابتها ديت ترجع تاني. انت بقى تتكى على الزرار دوت بيقدمك خطوة قدام. هنا عندك الزرار طفع عشان خاطر دي اخر حاجة احنا كتبناها. بكده احنا عرفنا الزرارين بطوعة ايه? ان هو بيرجعك خطوة الوراء واحد بيطلعك خطوة قدام. وممكن تتكى كنترول زائد واي من الكوبورد. ده بيدورت برضو اختصار الزرار ده. بكده احنا عرفنا الزرار اللي هي اللي فوق. عندنا بقى مسلا في شريط الانيوان ده برضو في سهم صغير هنا هوت. لو احنا ضغطنا عليه هيطلع لك كزا كزا ايكونات كده. يعني كزا ملفات انت ممكن تدفع على شريط المهم من فوق. بدل مسلا من سيف والخطوة الوراء وخطوة قدام يا الزرار دية ممكن تضيف حاجات انت عايزها تانية. ممكن تضيف مسلا لو عايز انشئ ملف جديد ممكن تتكى عليها ينشألك برضو هنا ايه? اللي وانت ممكن تنشأ ملف جديد وممكن تنتكى كنترول زائد اي من الكوبورد وانشاء لك ملف جديد. يعني انت وما زاجك. ممكن مسلا تضيف اي ايكونات انت عايزها مسلاي اي الاوبين اللي عايز تفتح ملفه من على الجهاز اه الاي اي حاجة انت عايز تحطها يعني اول ما تضغط عليها وتعلم عليها صح بتنزلك هنا على شريط العنوان. حتى انت لو لاحظت هنا كل علامات الصحة اللي هي متعلمة ديت الزرار بتاعتها موجود على شريط العنوان من فوق. يعني بكده احنا عارفنا اي حاجة هنعلم عليها من هنا هتضفها لك على شريط العنوان من فوق. لو انت عايز تشيل الايكونات ديت من على شريط العنوان هتضغط بس العلامة الصحة ديت هتلغيها وهتلاقي ايه اللي انت لغيتها ديت هتلاقي اختفت من على شريط الانوان. بكده احنا عرفنا على شريط الانوان اللي فوق ده بيتكون من ايه? هنجي على الخطوة اللي بعد كده هو شريط علامات تبويت. ده اسمه شريط علامات تبويت. الكل الزرار اللي قدامك دوت ده اسمه شريط علامات تبويت. والتابوتات دي بتبقى مشتركة تقريبا في جميع برامج الاوفيس اللي هو مسلا الاكسل او البير بوينت عندك الورد برضو. بيبقى التابوتات دي كلها قريبة من بعضها وشبه بعضها. فالتابوتات دية يعني في منها مسلا اه الحاجات دي كلها انها هنشرحها بالتلوز جاية. عشان نعرف برضو كل كل زرار من هنا بيعمل ايه? وبكده احنا عرفنا دوت اسمه شريط علامات تبويت. وعندك الشريط اللي فوق دوت انت بكون مسلا تتنقل منه مسلا ايه? بس كل برنامج بيختلف عن التاني. لو جينا في برنامج الورد اللي احنا فيه دوت بيختلف عن الاكسل بيختلف عن بوربوينت بيختلف عن برامج الوفيس كلها. عندنا الخطوة اللي بعد كده ورقة المستند الورقة اللي بتبقى في النص دي دي بتبقى ورقة المستند اللي انت بتكتب فيها ولو لاحظت ان المؤشر هنا بيتغير لما بتيجي هنا على ورقة المستند بيتحول الى رمز الكتابة. يعني انت لو جينا هنا على اليمين او على الشمال هتلاقي السهم عادي اهوت بس لو جينا في ورقة المستند اللي في النص بيلاقي السهم اختلف ان هو بيقول لك يعني انك هتكتب بقى في الورقة دي. كده احنا عرفنا ان اللي هي في النص دية دية ورقة دي ورقة المستند اللي احنا هنكتب فيها اللي هي بتبقى الورقة البيضة دي. زي ما احنا كتبنا باسم الله الرحمن الرحيم كده دي اسمها ورقة المستند اللي احنا بنكتب فيها. ممكن بقى في ورقة المستند دية انك بتكتب بالعربي او بتكتب بالانجليزي او باي لغة انت عايزها. مسلا احنا لو لاحزنا هنا على الشريط اللي تحت مكتوب انجليش يعني احنا كده لو كتبنا هنكتب بالانجليز يعني انا كتبنا بكورد هو تكتب بالانجليزي عايز تقلي بعربي وعايز تحول دية العربي هتضغط على Alt و Shift هتلاح حول لك عربي وقلب لك اللغة هنا تحت العربية عين ديت يعني باللغة العربية ولو جينا نكتب اهوت هنلاحك كتب إيه كتبت عربي بكده احنا عرفنا هنكتب ورقة المستند بعربة او بالانجليز ازاي بالضغط على Alt وزائد Shift من الكوبورد بيحاول لك اللغة من العرب الانجليزي او من انجليزي العربي عندنا اللي بعد كده اللي هو في اخر المستند دوت اللي هو في اخر الصفحة اللي احنا فيها ده بيسمه اسمه شريط الحالة اللي تحت في اخر الصفحة ده اسمه شريط الحالة او شريط المعلومات يعني دوت بيوضح لك برضو ايه اللي هو بيبقى في نهاية المستند دوت ده بيوضح حالة المستند يعني من عدد مسلا الصفحات او من عدد الكلمات او اللغة اللي انت بتكتب بيها. يعني احنا لو جينا هنا اوت تحت او هتلاقي بقى من واحد اف واحد يعني انت كده بتكتب في صفحة واحدة. يعني لو جينا نزلنا اوت بالموز تحت هلاها فعلا صفحة واحدة. كده بكده بيقول لك هنا عدد الصفحات اللي انت بتكتب فيها. من واحد اف واحد دي يعني انت بتكتب في صفحة واحدة. يعني انت كده بتبقى عارف بيبقى كم صفحة قدامك اللي انت بتكتب فيها. طالما جاب لك واحد اوف واحد يبقى انت كده هي صفحة واحدة اللي انت بتكتب فيها. وعندك تاني حاجة دية اللي هي خمسة دية بيبقى عدد الكلمات اللي انت كاتبها في الصفحة. يعني انت لو لو كتبت مسلا خمستاشر كلمة في الصفحة اللي انت بتكتب فيها دية هتكتب لك هنا خمستاشر. لو انت كتبت خمس كلمات هنا هتكتب لك هنا خمسة زي مية مكتوبة كده. لو لو كاتب خمسة يبقى انت كده كاتب خمس كلمات في الصفحة انت كتبها. يعني بكده احنا عرفنا الليها التانية خمسة وردس ديت دي بيبقى عدد كلمات اللي انت كتبها. يعني برضه نتأكد منها الخمسة ديت. يعني انت لو لو عدنا مع بعضها هو ادواح اتنين تلاتة اربعة خمسة ايبا هو فعلا كده خمس كلمات. طب احنا لو عايزين مسلا نحدد على كزا كلمة ونعرف عدد الكلمات ديت من ايه يعني يادة ويعني بايدنا كده. لو حددنا على باسم الله بس هتلاقي هنا كتب لك اتنين اوف خمسة. يعني انت حددت على اتنين من اجمالي اللي هو عدد الكلمات اللي هي في الصفحة. يعني انت حددت دي وقت على اتنين. اللي هما كلمتين دول. طالما انت متكي مسطرة يبايا حسبت لك ديت كلمة وديت كلمة. طالما في مسافة هنا. دي بتحسبها لك كلمة ودي كلمة. يبايا كتبت لك اتنين اوف خمسة. يعني انت حددت على كلمتين من اجمالي العدد الكلمات اللي هي عندك في الصفحة لهمة الخمسة. لو انت حديدت على واحدة بس. هنا كتبت لك واحد اوف خمسة يعني انت حديدت على كلمة واحدة من اجمال الخمسة اللي هي عدد الكلمات اللي عندك. كده عرفنا اللي هي الوردس اللي هي التانية دي بتاعت ايه? دي بعدد الكلمات ان شاء الله حتى لو كهبت مية كلمة في الصفحة ديت هي بتاعدهم لك تحت. عندنا تلات حاجة ديت اللي هي عربك ايجيبت ديت يعني انت بتعرفك اللغة اللي بتكتب فيها في الصفحة. زي ما احنا قدنا لكم كده طالما هي طالما هنا متحول عربي اللي هو العين ديت. يبقى هنا هتلاقي مكتوبة عربك ايجيبت. يعني انت بتكتب باللغة العربية. لو احنا ضغطنا على هتلاقي حولتلك هنا وحولتلك هنا. كتبتلك انجليش هوت. وهنا كتبتلك انجليش. يعني انت كده هتكتب في الصفحة باللغة الانجليزية. بكده احنا عرفنا شريط الحالة اللي هو التاحدي دوت او شريط المعلومات اللي هو في اخر الصفحة دوت. وبتكون برضو من اللي يا العلمين دوت. دوت الزوم بتاع الصفحة. يعني انت عندك هنا النقص او الزائد هتلاقي هنا في زوم قوت وهنا في زوم النقص دي زوم قوت والزائد دي زوم لو احنا شدنا دي كده بالموس كليك شمال اللي قدام على هتلاقي هنا بتكبر لك اللي هي مسلا مية اتنين و تداتين في المية ديت. وهتلاقي بتكبر لك في الصفحة نفسها. يبقى كده عرفنا زوم بتاع الصفحة من هنا و لو عاوزين نصغر هنشد كده يعني كل ما بتيجي هنا على علامة النقص بتصغر وتو لما انت بتروح على علامات الزائد بتكبر. بكده احنا عرفنا بتاع الصفحة من هنا. وممكن بقى تتحكم في الزوم اللي انت عايزه بالضغط على مسلا مية في المية ديت. وهنا بيديك المساحات بقى اللي انت عايز تعملها. اللي هي الزوم ديت. ممكن تخليها مسلا عن خمسة وسبعون في المية مية في المية متين في المية. دي بتختار اي زوم انت عايزه بتتكى اوكي بتلاقي اجبت لك الزوم. يعني احنا لو اتكينا على خمسة وسبعين في المية واتاكينا اوكي هتجيب لك هنا الزوم خمسة وسبعين في المية زي ما هي كدبك كده. لو احنا عايزنا رجحها مية في المية تاني ممكن تضغط على مية في المية ديت واتاكا اوكي هترجعلك مية في المية تاني. وعندنا كمان ثلاث حاجات هنا هو قد جنب الزوم بالزبط دي يا بيبقى مسلا بيبقى صفحة كبيرة زي نزام الويب كده بتكتب فيها على طول يعني ضغطنا عليها هو قد هتلاها لك انها الصفحة كبيرة كلها فردة قدام. مش بتبقى زي ورقة اللي احنا بنتبع فيها. بتبقى مسلا ايه? بيبقى في ناس بتكتب على طول. بتبقى عايز الصفحة مفهودة قدامها. فانت بتضغط بس على اللي هي الويب ليه او دي. لو انت عايز تخليها زي مثلا زي الورقة اللي انت بتبع فيها مثلا ازا كان اي افور او اي ورقة انت بتبع فيها. هتخلها اللي في النص دي عشان بتبقى لك الصفحة في النص بالزبط وانت بتكتب فيها وتبقى عارف انت بتكتب ايه وتعمل ايه والصفحة بتبقى متوسطنة بالزبط اللي هي بتبقى برينت اللي هي او دي وعندنا التالتة ديت اللي هي عاملة زي شكل الكتاب ديت فيه ناس مسلا بتكتب كان زم شكل كتاب متفرغ يعني عدد صفحات مسلا من واحد لخمسة مسلا بتلاقي الصفحات جنب بعض بس ديت ما حدش بيستعمل لها كتير لناس بقى بتوعوا الكتب اللي هي بتكتب مسلا كصص الكلام ده كله بس احنا دلوقتي اي حد بيستعمل آآ خليك اللي هي الاداة اللي في النص ديت اللي هي بتاعت برينت اللي هي او دي وعندنا كمان في حاجة مهمة في شريط العميون نسيت اقول لكم عليها اللي هو شريط العميون اللي هو فوق دوت عندنا احنا طبعا تعرفنا على وجهة البرنامج بتاع الورد بس طبعا انت ممكن تفتح برنامج الورد تلاقي شريط علامات تبويض دوت مختفي ممكن ما تلاقوش قدامك خالص في اداءة مهمة جدا جنب الادوات اللي هي بيبقى زر الغلاق وزر التكبير وزر التصغير دوت في اداءة مهمة جدا نهاية الاداة ديت الاداة اللي احنا نتكنا عليها هلأ هنا بيقول لك ايه يعني انت هنا بتخفي الشريط اللي فوق كله اللي احنا ضغطنا عليها هوت هتليخها فالك الشريط اللي فوق ده كله ممكن انت بتفتح برنامج الورد يظهر لك بالشكل ده ان الشريط اللي فوق كله مش ظاهر طب وهنا زيره ازاي دوت هتيجي هنا جنب علامة هتيجي تضغط على الزر دوت وهتنزل اخر حاجة خالص وهتلاها زعمرت لك الشريط اللي فوق ده كله وممكن برضو تتيجي تفتح برنامج تلاقي الشرية اللي ازرق ده موجود معك ولاك ما تلاقي الشريط اللي ازرق ده موجود معك يعني بتبقي بيبقى بالشكل ده كده ممكن تلاقي الشرية اللي ازرق بس هو اللي ظهر وما بتعرفش تتحكم بقى في شرية علامة التابويوت ان ان انت بتكتب او تلون او تتقل خط وكلام ده كله تتحكم فيه ممكن تلاقيه مخفي بالشكل ده. فاحنا هنزيله ازاي? برضو بتضغط على علامة ديت. وهننزل على الاخر واحدة هتلاقيه ظهر معنا. بكده احنا عارفنا الاداة دي بتعمل ايه? اللي هم التلاتة دول. اول حاجة بتخفي لك الشيرتين اللي هو اللازرق واللويت دوت. تاني حاجة بيزهر لك. اللي هو شريط اللازرق ده. تالت حاجة بيزهر لك اللي هو شريط علامة التبويض ده. عشان هو لو متظهر معك. بتقدر ان انت تظهره من الادوات دي. وبكده احنا عارفنا واجهة الورد وتعرفنا عليها. وبإذن الله في الدروس اللي جاية اعرفكم على كل الادوات اللي هي في البرنامج دي بتعمل ايه? عشان نبتدي ان احنا نكتب في البرنامج ونبتدي ان احنا نخطف الصفحة. ولحد مرحلة اتباع في النهاية خالص ونبروز الصفحة ونعمل لها فرمات ونعمل فيها كل حاجة. وبكده هكون خلصنا درس النهاردة وانتظرون في الدرس اللي جاي بازن الله. كان معكم طهر رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.